السلام عليكم الخارجية الأمريكية أعربت عن غضبها من هجمات الميليشيات يوم أمس على مطار أربيل لكن هذه الهجمات اللي صارت مو مثل الهجمات اللي احتدناها دائما سواء كانت على أقليم كردستان أو على أي معسكر تستضيف بالحكومة العراقية قوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية ثلاثة متغيرات صارت من البارحة إلى اليوم بهذه الهجمات ترفع انذارا كبيرا بوجه الدولة العراقية كلها لأن هذه المتغيرات ممكن تخلينا في مرحلة أخرى في طبيعة مواجهة مختلفة تماما أولى هذه الأمور هي عملية قصف الأتراك هذه المرة من قبل الميليشيات اللي صار البارحة أنه ثلاثة صواريخ انطلقت على معسكر زيليكان اللي هو بيئة القوات التركية طبعا وصاروخ واحد سقط على هذا المعسكر مما أدى إلى مقتل قائد في الجيش التركي هناك وصاروخين سقطت بشكل عشوائي على القرى المجاورة لهذا المعسكر مما أدى إلى طبعا جروح أمرأة وطفلوا هذه العشوائية احنا اعتدناها نشوفها بصواريخ الكاتيوشي اللي هو الصواريخ اللي هي من نوعية فجر 1107 الإيرانية اللي يستهدفون بها الميليشيات السفارة الأمريكية له واحد يوقع على جدار السفارة الأمريكية أو تتصدق له السيرام وباقي الصواريخ توقع على الناس والصير طبعا أضرار بين السكان ولكن بعدما القوات الأمنية اكتشفت خمس منصات لإطلاق الصواريخ موجودة في منطقة الشلالات اللي هي الشمال شرق الموصل عرفنا وصارت واضحة بأنه هذي مو صواريخ الكاتيوشي اللي هي الرينج مالتها يوصل إلى 8 كيلومتر لأن المسافة توصل إلى 12 كيلومتر ونص تقريبا إلى معسكر زيليكانو هذا معناتها بأنه احنا أمام صواريخ قراد اللي استخدمت اللي هي الـ 122 ملم فلذلك العملية اللي صارت بصواريخ قراد أيضا توضح أنه الميليشيات بعد مدى تستخدمها الكاتيوشي القديمة كلها صواريخ قراد عملياتهم وهذا تقدم كبير جدا في العمليات اللي دي يسوها الأمر الثاني والخطير هو ظهور المسيارات المفخخة هذه المرة في العراق في أول هجوم من نوعه بهذه الطائرات على مطار أربيل إنه طائرة مفخخة بها الـ TNT مواد متفجرة صارت وانفجرت في إحدى حقيقة مباني التحالف الدولي في مطار أربيل المشكلة إنه ما نقدر إحنا نحدد هي منين انطلقت هذه الطائرة المسيارة المفخخة ما حد يدري يعني هل هي من شمال شرق كاركوك على بعد 50 كيلو هل هي من سرقران مثلا على بعد 55 كيلو نص تقريبا أو من شرق الموصل 51 كيلو ما رح تعرف هي منين جاية طائرات المسيارة ممكن تجي من أي مكان ولكن اليوم بمعلومات خاصة لقناة التغيير الفضائية وننفرد بها هنا في برنامج رأس السطر رح نكشف لكم التفاصيل منين انطلقت هذه الطائرة المسيارة البارحة اللي استهدفت مطار أربيل وشنو تفاصيلها الدقيقة التي تحصلنا عليها الآن النقطة اللي انطلقت منها هذه الطائرة هي ناحية أليكوير وهذه ناحية استراتيجية جدا بين الموصل طبعا وبين كاركوك وبين أربيل وأي إنسان خبير بالأمور العسكرية أو بالأمور الاستراتيجية أليكوير هي تكون الأفضل لانطلاق هذه الطائرة وإذا ألقينا نظرة طبعا حقيقة نظرة فاحصة على هذا الموضوع بتفاصيل أكثر إنه هذه ناحية أليكوير انطلقت منها الطائرة المسيارة كانت طائرة مسيارة كبيرة ونفاثة ومحشوة بالـ TNT توجهت طبعا مسافتها 53 كيلو متر تقريبا توجهت إلى مطار أربيل ونزلت في مدرج مطار أربيل وكأنها طائرة عادية ولازم ما ننسى هناك تحالف دولي طائرات حقيقة لدى التحالف الدولي طائرات مدنية طائرات من أنواع أخرى ممكن أن تنزل فنزلت بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن وبعدها التفت مباشرة إلى مبنى تابع للتحالف الدولي واتفجرت طبعا في هذا المبنى والخسائر صارت مادية ولكن هذا التحول بهذه الطائرات المسيرة معناتها إحنا أكو احتمال كبير جدا لا سامح الله ولكن هذا أصبح واقع بعد الهجوم اللي صار البارحة أنه إحنا رح نصير مثل اليمن والسعودية طائرات مسيرة واحدة تلوى الأخرى والمشكلة مالتها أنه الآن الحديث اللي داي يصير بين حكومة تقليم كردستان والحكومة العراقية والنقاشات الكثيرة بوجود التحالف الدولي أن ديريدون يبعدون هذه الميليشيات والفصائل من النقاط حقيقة القريبة اللي هي موجودة حقيقة إذا كانت على مستوى كاركوك أو على مستوى الموصل ديريدون يبعدوهم بس المشكلة بالنسبة للطائرات المسيرة هذه لا تعني شيئا أنت ممكن الطائرة المسيرة تجيك من بغداد وتدخل إلى مطار أربيلة تضربها 700 كيلو 800 كيلو حتى 1500 كيلو طائرات مسيرة مفخخة ممكن أن تقطعها والإثباتات موجودة في منطقة الشرق الأوسط من طبيعة الهجمات اللي إحنا نشوفها دائما الآن أيضا التحول الآخر والمثير هو أن البيشمرق الآن بدأوا يردون بدأوا يضربون يعني من اليوم سووا ضربتين حقيقة وتعرضت هذه الضربات إلى الحجد الشعبي يعني على مستوى برطلة صارت هنا حقيقة بصاروخ من البيشمرق بالإضافة إلى ذلك بالقرب من بعشيقة همين ضربوهم فبدأت الآن تصير الأمور عكسية وبدأت تصير مواجهات بالإضافة إلى نقطة مهمة وملاحظة مهمة أن الأتراك أيضا من انضرب معسكر زيليكان البارحة طارت طائرة مسيرة فوق هذا المعسكر فمعناتها الأتراك قد يدخلون الآن في هذا الاقتحام يعني هذه مشكلة كبيرة جدا فعلا ومهمة صعبة أمام الحكومة العراقية تواجهها لأن القنصلية الأمريكية أيضا صرحت وأكدت بأن الموضوع إذا ما قدرت تحمينا الحكومة العراقية إحنا رح نحمي نفسنا بحسب القنصل الأمريكي هذه النقطة التي تجي وهذه التحولات وهذه الهجمة بعد أمر سياسي مهم جدا صار اللي هو عملية إعلان جو بايدن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان في يوم دعش سبتمبر وإحنا نعرف كل زين بالحوار الاستراتيجي ما تحدد أي موعد لانسحاب القوات الأمريكية نهائيا فهذه طبعا بها مشكلة كبيرة جدا حتى بعد تصريحات البنتاجون اللي ردت على هذا الموضوع بأنه ليس هناك اتفاق على موعد ولذلك إحنا باقيين في العراق لكن هذه التطورات كلها حقيقة بها إشارات خطيرة من إحدى التقارير اللي نشرت يوم تسعة أربعة تقرير أمريكي استخباري من أجل تقييم المخاطر لعام 2021 حطوا المخاطر في كل بلد اختاروا العراق وليبيا وسوريا واعتبروها والعراق على رأس هذه الدول اعتبروها هذه دول مهددة بالانهيار التام لأن كل العوامل للانهيار موجودة في هذه البلدان وهذا ما لا يتمنىها أي عراقي والأسباب هي اللي ذكرناها ميليشيات إيرانية قوات تركية موجودة حتى القوات الروسية اللي موجودة في سوريا أيضا رجحة وتواجدها أيضا سيؤدي إلى انهيار هذه البلدان الصراعات التظاهرات الفشل هو مصير هذه الدول بحسب هذا التقرير معناه احنا ممكن نتحول إلى فايلد ستيت بكل سهولة في عام 2021 بحسب هذا التقرير الاستخباري الأمريكي إذن سأناقش هذا